هجوم على ماجواير وانتقادات لماجواير وتقليل من ماجواير بطبيعة الحال يعني ماجواير عمل مباراة حلوة النهاردة باستثناء انه كان عليه جزء في الهدف الاول للمنتخب الايراني بس ماجواير عمل مباراة هجومية كمان كويسة ودفاعية كويسة على عكس المعتاد من ماجواير طبعا مدافع منشاستو ناتو المنتخب الانجليزي بالمناسبة انجلترا النهاردة كسبت ستة اتنين وده مؤشر انها دخلة بمنتهى القوة لهذه البطولة بس انا اقول لحضركم حاجة ونخليها للايام للايام انجلترا فعلا منتخب رهيب هجوميا دفاعيا لا لا مشاكل كتير الفاكرة هدفين للمنتخب الايراني النهاردة بسهولة ويسر بسهولة ويسر ليه دفاع انجلترا في مين في لوكشو مستوى سايق جدا مع مانشستان يونيتد في ماجواير مستوى لا مستوى كارسي مع مانشستان يونيتد ستونز يعني ساعات وساعات هو نصيبه تريبيير بقى على اليمين هو بس اللي بيقدم مستوى جيد جدا السنة دي والمواسم المضية بصراحة مع ان يكسل السنة دي يعمل اداء رائع جدا هو افضل باكرايت حاليا في الدوري الانجليزي وسط ما لعب بقى انجلترا بهجومهم كاسح النهاردة جريليش بينزل راشفورد اول ما نزل بعد خمسين ثانية بيسجل هدف بتتكلم على لعبين فودن نزل اسمائك كتير قاعد على الدكة غير اسمائك الاسمائك الاسسية ساكن النهاردة المتقلق جدا مع ارسنال بيسجل هدفين وبعداء رائع جدا فانجلترا شكلا حلوة قوي هجوميا دفاعيا لما هتواجه منتخب قوي هجوميا اتصور انها هتتأثر اتصور انها هتتأثر والله اعلم هل عارفوا يمسكوا نفسهم ولا لا نهاردة لسجلوا الاهداف اهداف انجلترا في هذه المواجهة زي ما قلت لكم اللعب الشاب الرائع الرائع التارجد بتاع كل الاندية الكبيرة في اوروبا الان لعب دورتمون الالماني بلينجهام سجل هدف في ديئة 35 هدف الاول وبعد كده بوكايوساكا لعب ارسنال وزمين محمد النيني سجل هدفين في ديئة 43 وديئة 62 ورحيم ستنينج سجل هدفه في ديئة 45 وراشفر بمجرد نزوره بعد 50 ثانية بيسجل في ديئة 71 وجريليش سجل لعب منشستر سيتي سجل هدف الاخير في ديئة 90 ايران سجل لها مهدي طارمي في ديئة 65 ومهدي طارمي ايضا في ديئة 90 او بلاس 13 بعد التسعين من ركلة جزائن تعرفين مباراة النهاردة طولت اوي اوي هحكي لكم القصة بتاع التطوير المباراة دي عشان فيها ورقم كياس يعني بوكايوساكا بوكايوساكا سجل او خد جايزة افضل لاعب في المباراة ويستحق طبعا اللاعب الشاب 21 سنة متقلق جدا مع ارسن السنة دي من عام كانوا اخد افضل لاعب ساعد في العالم متقلق من الاسماء الكبيرة جدا اللي جاية في مستقبل الكرة لانجليزيان نهاردة تشم ريحة البريميا الليجو يا انجلترا بتلعب ايه ده القوة والحماس والاسارة والرغبة في اضافة اهداف بوكايوساكا او قدام حضراتكم ساكا اللاعب الشاب لي المنتخب الانجليزي المتقلق جدا مع ارسنر هذا الموسم ومن الاسماء الوعدة جدا مع المنتخب الانجليزي ترجمة نانسي قنقر